أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة من رامجكم عدسة ثراء ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله الحمد لله ذي الفضل والإنعام ذي المجد والإكرام أنعم علينا بنعم جسام وجعلنا أتباعاً لهدي سيد الأنام نبينا محمد عليه أنظر الصلاة وأتم السلام وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم إلى يوم المقام هيا هلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عدسة إثراء والذي يطل عليكم عبر قناة إثراء الفضائية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل خير الجزاء للعاملين في هذا البرنامج المبارك وأن يجعل هذه الحلقة المباركة حلقة متقبلة عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة لماذا خلقنا الله؟ إن كنت لا تعرف جواب هذا السؤال فراجع نفسك وراجع دينك وراجع علاقتك مع الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم ولمهمة نبيلة ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى كما قال ذلك في معكم التنزيل فقال جل ذكره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي مهمتك الأسمى وغايتك الأعلى في هذه الحياة عبادة مولاك جل جلاله ولا يظن الضان أيها الأحبة أن العبادة مقتصرة على هذه الأركان الخمسة الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وحج البيت هذا فهم قاصر فالإسلام والعبادة المفهومهما واسع ومعانيهما عظيمة لا تقتصر على هذه الخمسة نعم هذه أركان الإسلام وبعدم وجودها ينتفي الإسلام عنك يا عبد الله وينتفي عنك يا أمة الله ولكن ما خلقنا الله لأجله والإسلام هذه الكلمة العظيمة والعبادة هي أوسع من هذه الأركان ومهامه عظيمة جليلة علينا أن نتمسك بهذه الأركان التي هي هويتنا وإثبات لإسلامنا ثم نبحث بعد ذلك عن المهمات الرسمية والعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا من غير هذه الخمسة فلا يظن ظان أن العبادة وأن الإسلام مقتصر على هذه الخمسة لأن مفهوم العبادة ومفهوم الإسلام أوسع من هذه الخمسة ثم أعلموا أيها الأحبة أن هناك مهمة عالية مهمة شريفة يريدها الله منك يا عبد الله يريدها منك يا آمة الله ألا وهو الصلاح أو الإصلاح في معناه الآخر هي التي قال شعيب عليه السلام لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فالمسلم يبحث جاهداً في هذه العبادة العظيمة وهذه المهمة الشريفة وهي الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وحتى يستقيم لنا أمر دنيانا وأمر أخرانا بهذا الإصلاح ولذلك إذا أردنا الإصلاح في ماذا والإصلاح من ماذا أرشدنا إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الدعاء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيايا التي فيها معاشي وأصلح لي أخرايا التي فيها معادي فهذه الأمور الثلاثة وهذه المراحل الثلاثة تحتاج منك إلى إصلاح ولكل منها شروط لإصلاحها الشرط الأول والصلاح الأول هو صلاح الدين وصلاح الدين أيها الأحبة يكون في ركيزتين أساسيتين الركيزة الأولى العلم أن لا نعمل أي شيء إلا بعلم أي عبادة نسمعها ونريد أن نطبقها يكون بذلك عندنا علم ودليل من الكتاب ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعني نعبد الله على جهل حتى يستقيم الدين ويصلح الدين نعبد الله على علم فأي عبادة تعملها يا عبد الله لابد عليك أن يكون لك من ذلك عندك حجة أو برهان عن ربنا سبحانه وتعالى أو عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من أتى بهذا الدين بشيء جديد كل بدعة ضلالة ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي رد على صاحبه فأنت عليك أن تتعلم بدينك يا عبد الله ويكون بذلك قد أصلحت القسم الأول والشطر الأول من صلاح الدين الركيزة الثانية أيها الأحبة والشرط الثاني لصلاح الدين العمل إن لم تعمل فلا خير في علمك لأن العلم بلا عمل حجة عليك أيها الحبيب وحجة عليك أيها الأخت والعمل بغير علم جهل وظلال فالعلم والعمل سهمان ينطلقان مع بعض متى ما تفرق أحدهما عن الآخر خسر صاحب العلم وخسر صاحب العمل لأن العلم كما قلنا بلا عمل هذا نفاق منك أنت تعلم ولا تعمل فهذه حجة عليك أمام الله سبحانه وتعالى وإذا كنت تعمل وليس عندك علم فهذا يجعلك تتخبط في العبادات تصلي الصلوات على كيفك تذهب في الزكوات تذهب في العبادات فهذا خلل وظلال وجهل إذن نعمل ولكن بعلم وإذا علمنا علما علينا أن نعمل به حتى لا يكون حجة لنا عند ربنا سبحانه وتعالى فيكون بذلك أيها العبد وإيتها الأمة العمل مقبولا والدين في صلاح عند ربك ومولاك فعلينا أن نصلح ديننا بهذه الركيزتين الأساسيتين بالعلم وبالعمل ولنحذر أيها الأحبة من يعمل بغير علم ويقول نية صالحة لله فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد ولا تصلح العمل الباطل لأن العبادة لا يجوز لك يا عبد الله أن تعمل شيئا من العبادة إلا بشرطين الشرط الأول أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الدليل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تكون قد حققت العبادة ثم يصلح بعد ذلك أمر دينك إذا علمت وعملت بما علمت لأن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالآية الأولى نهي عن العلم بدون عمل والنهي الثاني والآية الثانية عن العمل بلا علم لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فلا صلاحة للدين أيها الأحبة إلا باستحضار العلم وبيمتابعة العمل حتى يكون حجة لنا لا يكون حجة علينا أما الإصلاح الثاني والنوع الثاني من الإصلاح هو ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح لي دنياي التي فيها معاشين واعلموا أيها الأحبة صلاح الدنيا يكون بثنتين يكون بالنية الصالحة بالقلب السليم بالقلب الصافي الذي لا يحمل على من حولك أي غل وأي حسد وأي نية باطلة أو تسود هذا العمل وهذا الأمر والركيزة الثانية والشرط الثاني حسن الخلق لمن حولك حتى يستقيم حياتك عند الله سبحانه وتعالى فأنت مطلوب منك يا عبد الله ومطلوب منك يا أمت الله أن تحسن أخلاقكم ففي تحسين الأخلاق يكون النشاط والقبول من الله سبحانه وتعالى فهذه هي ركائز صلاح الدين وصلاح الآخرة أيها الأحبة يكون بالسؤال الجاد لنفسك هل أنت من أهل الدنيا هل أنت من أهل النار أم من أهل الجنة طريق الجنة واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فطريق صلاح آخرتك يا عبد الله هو أن تسأل نفسك سؤالا جادا هل أنا من أهل النار أم من أهل الجنة وبإطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وبطاعة ربك قبل ذلك تكون من أصحاب الجنة ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودينكم وأن يصلح لنا دنيانا وآخرتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء جديد من هذه العدسة المباركة والحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم لألتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم من أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر